مرحبا احنا بكم في دولة انترنت الاشياء وبرمجة المتحكمات المصاغرة مع ايات الاردوينو مع تطبيقات على اللوحة التعليمية اي اف اف اي او تي كت احنا بعد ما كنا عطينا درس التمهيدي او التعريفي وعدين الدرس الاول نتعرف على اللوحة وعمل مميزات اللوحة ونتعرف على المرامج المستعملة قلنا انه حيكون الدرس الاول هو درس بسيط بس مهم جدا لانه بفرجينا كيف عملية استعمال برنامج لاردوينو كيف نقدر نحنا نعمل كيف نقدر نزل برنامج بالكاتل تاعتنا وكيف نقدر نتعامل ونعمل سيميليشن بالتنكر كاتل متل ما نعرف انه الدورة مقدمة من شركة اي جروب ال تي دي وانا معكم دكتور واسيم الفرون اللي هيقدم الدورة وانا استاذ محاضر بكورية الهندسة بجامعة لبنانية فالدرس الثاني هيكون هو وميد الصمام المدمش هنستعمل هنعرف شو هو الصمام السنائي البعث للضوء او ال LED LED هنعمل عرض لبرنامج البلينك هنشرح البنية الاساسية للغة الاردوينو اللي هي لغة شبيهة بلغة C++ هنعرف هنشوف كيف نعمل تحققه يعني متأكد انه معنا مشاكل بالكود تبعنا بالبرمج تاعدنا وكيف نعمل تحميل البرنامج باللوحة هنشرح بعض الامر البرمجية الاساسية وبعدين هنعمل المحاكات الدارة على برنامج نجير كاتل يعني هذا البرنامج البلينك يعني هو مثل مثل بعالم المايكرو كونترول او المدحكمات الصغيرة او الامبيدد سيستم هو مثل هيلو وورد بعالم البرمجة العادية لانه هو بفرجيني انه انا عمل برنامج بسيط بس من خلاله فيني اتأكد انه انا نزلت البرامج اللي لازمة كلها بطيقة صحيحة وعرفت الدرايفر تبع اللوحة متل ما كنا نشوفنا بالدرس الاول واتأكد انه هدا كلته شوقع هلا حنحكي نحنا انه ما هي الصمامات ما هو الصمام السنائي لبعث للضوء اذا بدكن هالشي موجود بصفحة 44 بالدليل مشروح شوية عن صمام المضيق الصمام المضيق هو عبارة عن عبارة عن مثل فينا نشبهه بحيالة مصباحة او لمبة يعني بس الفكرة تعته انه هو عنده 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 سايق صغيرة هي سلبي وسايق طويلة هي ايجابي ويزبطكم فينا نعرفهم كمان من الشكل تبعهم من جانب هون ايجاب المسطح تبعو وقت الانا بعطي بعطي هو جهد او فولتج لقلو بيضوي هو وفي عنا عدد انواع من الصمامات المضيقة في الاحمر في الاخضر في الاصفر في الازرع موجودين بالكتاعتنا وفي حده كمان هنشوفه بدرس بعدين في عنا صمام مسميه RGB LED متعدد الالوان فالصمام هو ازبا نحكي من ناحية الالكترونية فيكن نشوفه على الانترنت يعني كيف بيشتغل من ناحية الالكترونية هو بيعتمد على السيمي كوندكتور هو قريب لعشين بيسميه ديود كمان بس الفرق انه هوني هذا وقت اللي بيشتغل بيعطي بيعطي شي اسمه فوتون فبيعطي من هيك اضاءة يعني في مثلا ازباد تكون صفحة خن اكاديمي فيكنت على الانترنت كفت شعرية موجود مثلا شرح بسيط او على اليوتيوب لكيف بيشتغل LED نحنا بيهمنا نعرف انه نحنا بس نعرف انه وقت اللي بدنا نضوي نحنا لازم نحط له عادة حسب بس لذات اللي معناه نحنا بنحط لهم مثل مقاومة 330 اوم لانه ما بيتحمل نحنا المايكل كونترول تعطيه على المخرج خمسة فولت فهو بده ما بيتحمل الكارنت اللي بيطلع او التيار اللي بيطلع معقولة يعمل له مشاكل يحرقوه فبنحطها المقاومة دي 330 اوم تقدر يشتغل وبننتبه على الوريونتيشن تعتو فهدا هالصمام المضيء اللي نحنا حنستعمله فنحنا متل ما حكينا انه ها اول شي نستعمل هالصمام المضيء وحنستعمل يعني حنحنا حننجي للتجربة الاولانية اللي موجودة بالدليل اللي هو المثال بلينك اللي هو وصيم وميض الصمام المدمج شو الصمام المدمج؟ نحنا فينا هلا كمان نوصل الصمام خارجي او فينا نستعمل على اللوحة في عنا هدا هوني في عنا شي نسميه البلت ان ليد او الصمام المدمج هو موصول على المخرج 13 او على البن 13 باللوحة هو عادة هدا مستعمل بكل اللوحات اللي بسميه اردوينو اونو فهدا هالصمام هدا هنستعمله وازا بدنا كمان هنزيد او نفس الصمام هنزيد نحنا صمام خارجي فنحنا لازم نعمل برنامج هالبرنامج هدا هيكون عنده هالطبيعه هدي بالشغل انا اكيد منزله تفرجيكم شو بيطلع انكم نتيجة نهائية منزل البرنامج هنشوف هوني انه مثل ما شفنا هيعمل وميد كل ثانية هرجع عيدة هيعمل وميد للصمام المدمج اللي هو لونه هوني اخضر ولا الصمام اللي انا وصلته بطريقة خارجية هلا بالنسبة للبرنامج الموجود هادع بالنسبة للبرنامج الموجود نحنا اول شغلاء مثل ما انه هنوصل اللوحة بالكمبيوتر اوكي نقدر نقدر نبرمجها ونعطيها كمان نعطيها كمان باور تقدر تشتغل ومثل ما كنا شفنا بالدرس السابق انه انه نحنا بدنا نكون معرفين الدرايفر تتاع اللوحة هلا اول برنامج هنستعمله يعني هو مكتوب دغري مش انه هنجيبه من محل تاني مثلا بدروس المقبلة هنعطيكم البرامج مكتوبة من عنا كمان بس هذا البرنامج دغري بيجي مع اردوينو اي دي اي اول شغل اللي حسبنا عن الوقت نوصل لللوحة لازم نختار البرد تبعت اللوحة نحنا البرد تاعتنا هي اردوينو اونو اوكي وبعدين لازم نختار عاي منفذ تسلسلية هنشوف عدين لانه هذا المنفذ تسلسلية الUSB هدا اللي موصول كمان عبر الUSB هذا اللي خلي الكمبيوتر يحكي مع مع اللوحة ومتل ما قلنا بدن كن نحنا منازلين الدرايفر تبعه فنحنا حنشوف انه هوني حبرجيكم يوهن هذا البرنامج البلينك هو موجود بالأكزامبلز موجود بالبيزيك اسمه بلينك مفتحه وبتأكد انه انا اللوحة تأتي اني انا مختار الاردوينو اونو سننشوف انا عندي كتير لوحات اوكي ومختار انا مثلا لوحة تأتي موصولة على الكم 5 اوكي فهالخطوات كلها موجودة عفوا الخطوات كلها موجودة بالدليل او حتى اذا حدا عنده منكم ماك كمان في يعمل نفس الطريقة هدي اوكي بعد ما افتح المثال بلينك متل ما قلنا بيجي في عندي اول شغلة شي اسمه اه وشي اسمه ابلود اذا بدكم بالعرب نحن منستعمل اكتر الانجليزي لانه الاردوينو اي دي اي تجي واجهته انجليزي هلا يمكن فيني غيرها للعربي بس مش بالضرورة يعني فنحن ه كمان هالاشي موجودة بالدليل بالاول شوية وانه هنحكيها بوقتها يعني فهنحكي عن بيجي تطوير الاردوينو المتكاملة في عنا اشي كتير مثل التحقق الرفع الجديد فتح حفظ شاشة تساسورية اسم الترسيمة مساحة التعليمات مساحة الرسائل كله تنهدو لي موجودين هوني ببيئة الاردوينو هوني ارقامن هلا انا اكيد يعني لانه هو بيجي انجليزي بفضلن اكتر بالانجليزي مثلا هوني التحقق هي عبارة عن verify شو وظيفة الverify مثلا احنا هوني وانا بعمل بعد ما اكتب الكود تبعي بعمل verify مش هنتأكد انه ما في عندي اخطاء برمجية بالبرنامج وشو بيعمل بيحول البرنامج من لغة الاردوينو اللي هي قريبة لغة سي بلاس بلاس اللي بيعرف شوية برمجة انا اكيد ان احنا هنشوف كل هالأوامر مش انه از ما عنا كتير خبرة بالبرمجة مش قدرين لا فهو هيحولها ل لغة مسامية binary code اوكي لغة هو لغة لغة 1 و 0 او 1 و 0 اللي هو بيفهمها المتحكم الصغير او المايكرو كونترولر بتاعنا فهذا التحقق بيتأكد من الكود تبعنا مثل ما اللي عم نشوف عم يعملي بيتحقق انه انا ما عندي اقطاع برمجية بيقوم بعملية التحويل من لغة الاردوينو لغة مسمية machine language او لغة المتحكم الصغير اللي هي لغة binary كمان حنشوف انه في عنا بعدين upload ال upload هو انت هنقدر نحنا ننزل البرنامج بقلب المتحكم الصغير او المايكرو كونترولر فاذا بيجي برجع ل المشروع تاقي متل ما انا بعد ما نعمل نختار ال com ونفتح ال blink هنعمل له بنعمل نحنا اتحقق وهذا هنا بنعمل upload اوكي هلا يمكن اول مرة ياخد شوية وقت عملية التحقق وقت اللي بيخلص التحقق بيقول لي ما في اي مشاكل هلا اذا صار في مشاكل بالبرنامج هننسي شي انا كاتبه بيعطيني error معين تحت اوكي مسلا هجرب لكم يا هادي مسلا تبرو انا هوني في function او متل امر اسمه delay هلا بنحكي عنه تبرو انا كنتم غلط وزيددلو زيدلو y جديدة وقلتلو هلا هوني compiling ل sketch او تحقق او verify هشوف انو يعطيني error بيقول لي وين ال error بيقول لي delay was not declared in this scope يعني انا ما بعرف شما دكلمة delay هلا لانه هي مش مش فيني انا عرف variable اسمه delay بس هوني انا function هي delay مستعملة من قبله فبطي يصلحها اوكي هلا انتبهوا كل شي في كل شي في هو عناصر او partner code من خلال لغة c++ بيكون بهاللون هادا اللي قريب للاخضر اما الفنكشنز اللي معروفين للاردوينو بيكونوا باللون اللي قريب للبرتقالي بينما اذا اشياء مش معرفة بتكون اللون عادي يعني فهوني كل شي في اوامر برماجية بتكون او functions بتكون من خلال بتكون بهاللون هادا فهلا انا برجع عملت verify مرة تانية مشان يعطيني مافي error بيعطيني done compiling هلا بعمل upload اوكي يعني انا هوني عم نزل الكود عم بعته عبر USB communication عبر COM 5 هوني عندي عالميموري تبعات المتحكم الصغير فوقت بعمل هالشي هدا حيشتغل البرنامج متل ما فرجيتكن حيضوي يطفي على LED فهذه العملية كلها نعم لتتأكد لي انه انا مافي عندي ايو error طبعا هلا اهم شي هاشرح البرنامج هنشوف انه بالبرنامج بكل برامج الاردوينو وفي عنا شغلتين في عنا شي اسمه setup وفي شي اسمه loop كمان نحنا بقلب الدليل حكين عنهم بالاول شوية قلنا نحن نجع يعني نحنا بكل مرة هنتوسع فيهم ونحكي عنهم فهلا اجا دورهم يعني هلا كمان نتبهوا في عنكم بالبيئة التطوير الاردوينو في عنكم غير الابلود في نيو إذن تعملوا انتو برنامج جديد بتعملوا قبل ما احكي عن البرنامج نفسه فيكن تعملوا نيو تتفتحوا برنامج جديد فيكن تعملوا open لبرنامج من قبل فيكن تعملوا save فيكن تعملوا تفتحوا شي اسمه سرير المونتور رح نشوفه بعدين قلنا في شي اسمه message area يعني هوني تحت اوكي وهوني code code area يعني مساحة code كل هدا موجود قدنا مثل ايو برنامج يعني هلا بعد ما بعد ما نشوفنا انه كيف نحن بنعمل verify و upload للكود هنفهم الكود كيف محمول اول شغلة في عنا اول وظيفة هي void setup وظيفة setup هذه الوظيفة تستعمل لاعداد جميع ترتيبات المنافذ والواجهات وكذلك القيامة بدائية المتغيرات المستعملة ميزة هالوظيفة هدي انه كل شي في تعريفات للمنافذ هنشوفه نلاقي شوية شوية بنحطه هوني كل شي input output يعني ما داخل وما خارج بنعرفه هوني كل شي تعريفات للواجهة التسلسلية بعدين بنعرفه هوني لانه هدي بنعملها بنفذها المايكرو كنترولر او مدحكم الصغير بتعنا بتنفذها مرة واحدة بينما loop كل شي يبقى بالفويد loop هدي مثل loop شو معتها انه بنعاد كذا مرة هدي الوظيفة loop تتكرر طول الوقت واصلا بالبرمجة المايكرو كنترولر ايوشي عم بعملو انا بدي تكرر دائما مثلا تبدو عم تتحكم انتو عم تعملوا برنامج بعدين مثلا يتحكم بروبوت مثلا فاكيد هاد البرمج مش هشتغل مرة واحدة هشتغل اكتر من مرة وهلا في انكم كمان كل شي في بارت من الكود خاني بعد هدي شوية كل شي في بارت من الكود بين هال السطرين هدولي backslash من تسميهم او بين هذي هدولي بيكونوا تعليقات يعني بالنسبة لأ ما بيشوفهم الاردوينو ما بيعملهم يعني هدولي بس تعليقات احنا منحطها مش هننزكر البرنامج تاعتنا ما بيعملهم compile ما بيعملهم verify يعني حتى ما بيعتبرهم كود يعني هنا بس مش هن حتى لو كان فيهن اغلاط هنا اصلا منهم بروا مش هننزكر فيهن اغلاط يعني ففي عنا طريقتين اذا كان عمنا سطر واحد بنحط بها الطريقة واذا عدت اسطر بنستعمل لها الطريقة بنكتب backslash star بنسكر ب star backslash هلا اذا بنرجع البرنامج تبعنا كمان هل حتشوفوا انتو انو بعدين حنتعلم مثلا كيف كمان بنعمل تعريف لvariables في عنا كذا كذا في عنا كيف منعرف text هي عبارة عن هي عبارة عن مناطق بذكرت المتحكم الصغير انا بحفظ بقلبها قيم معينة مش هنجرع استعمالة بعدين فكل هدولي في نعمل نحنا عدة انواع من variables في نعمل text string يسمي يعني احرف في نستعمل ارقام int في نستعمل constant int يعني هدولي ارقام ما بتتغير في نستعمل ارقام في فواصل مثل float وفي نستعمل ارقام كبيرة مثل long وفينا كمان اذا اشي بدنا نحفظها باول ونستعملها دائما في نعمل شي اسمه define كمان هالاشي هنشرحها مع الوقت يعني وقت اللي مستعملها وفينا كمان كل المتغيرات نعمل عليهم كل العوامل المعروفة بالرياضيات مثلا جمع طرح ضرب اسمه بالنسبة للتكست كمان فينا نجمع اتنين تكست بيجمعهم مع بعضهم بيعمل شي مسمي concatenation هوني كله المتغيرات السابتة شو هي متغيرات السابتة مثلا انه اذا عنا قيمة السابتة ببنا تتغير المتغيرات المعرفة هي اذا عنا مثلا بلا ما نكتب مشان نتذكر بس احنا بعدين حنشوف مثلا انه انا اذا بدي استعمل المنفز رقم عشرة مثلا انسى العشرة بينما اذا read read depend بدلي منذكر وفي انا متل ما قلنا المتغيرات اللي هي فيها فواصل او حتى المتغيرات اللي فيها ارقام كتير كبيرة كل هذا مع الوقت حننفهمه اكتر وفي عنا كمان حنشوف كيف نتعمل مع المكتبات مثلا وكيف كمان نتعمل مع شي مسمي function اللي هي الوظائف function اهميتها انه اذا في شي متكرر وقت نكتب function يصور احسن اذا في شي دائما يتكرر نكتب function هالفنكشن ها دي تصور تختصر الكود يصور منعيط هالفنكشن هلأ كل هالقصص ها دي حنشوف نحن مش من اول برنامج حنشوف نحن عام نشتغل يعني كمان ف يعني يعني تفاصيل تاعتها مش بالضرورة هلأ كل هالتان ندخل فيها يعني فنحن نرجع البرنامج اللي شفنا اللي هو تبع البلت ان لد اوكي اليوميد الصمام المدمج هنشرح نحن هالبرنامج اوكي مثل ما حنشوف انه في عنا هوني قلنا مثل التعليقات دي ما بيقراها بس دي نعرف من كتب البرنامج والقصص هالبرنامج هدا مكتوب يعني بيشتغل عكذا لوحة اردوينو لانه لد بيختلف من كل لوحة اردوينو لوحة اردوينو نحن بلوحتنا لد بلت ان معرف انه هو المخرج 13 اوكي فاذا بتلحظوا بالست انا شو عملت استعملت مثل فانكشن جديدة اسمه pin mod وقلت له pin mod لد مخرج 13 اللي هو موصول عليه LED كمخرج اوكي هلا ازا بتشوفوا باللوب بالشي المتكرر استعملش اسمه digital write digital write يعني بما انه هذا المخرج 13 هو عبارة عن مخرج بياخد اما اصفار اما واحد يعني اما 0 اما 5 فمسميه digital اوكي يعني بس بياخد قيمة اما صفر اما واحد هنشوف بعدين كمان دارس عن الانالوج او مسميه القيمة التناظرية بتصور القيمة مش بس 0 واحد بتكون من 0 فولت لل 5 فولت بياخد قل القيم المحتملة يعني فانا هلا لا بما انه بس هذا فيكون عنده ايميه اما high او low او one او zero فبتقول له انا digital write LED built in high شو بيعمل بيضوي LED بحط عليه يعني 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 يعطيه 5 فولت فبيضوي LED هلا مشان انا ازا بديد ضوي LED و تطفيه بيسرع العين ما بتصور بتشوفه بتصور تشوفه ضوي طول الوقت فحا انطر اعمل delay يعني اخر وقت هالdelay هدا بدي اعمله من خلال function اسمه delay delay هوني بيقول له كم ميلي سيجند بيقول له delay الف ميلي سيجند يعني one سيجند برجع بتطفي وبنطر ثانية يعني فمن هيك هنشوف انه متل ما شفنا انو هيعمل وميد وحيضوي يطفي كل سانية متل ما شفنا بالفيديو فهدا الشيحين هوني كل ايتون كمان بالكتاب تبعنا قولنا قبل استعمال اي منافذ من الله وحيجب تعريفه كمدخل او مخرج نحنا بحلتنا هيكون مخرج لانو انا بدي يكتب علي بعدين بالدرس المقبل حنستعمل البطن مثلا فنستعمل البطن الازرار فبتصور بنقرى الزر بنقرى حالة الزر فمشان نقرى بتكون هذا المنفذ هو عبارة عن مدخل فمشان نعمل هالشي هذا نستعمل الوظيفة اللي هي pin mod اوكي مثل ما قلنا انو نحنا هالpin mod استعملنا المنفذ 13 مناه كمخرج دجتر رايت ان المخرج الرقمي يكون تريفه اما ب high او low يعني يعني 0 يعني 1 الهي هي 5 او low هي 0 والدلاي هي مش هنعمل ايقاف للبرنامج اوكي لانو انا بدي انطر وقت تقدر شوف ال LED فهذا تعليمات كلها البرمجية اوكي بعد ما شفنا مثل بعد ما نتحقق منه نزل البرنامج يجب يعمل بلينك او وميد كل ثانية يضوي ثانية ثانية هلا اذا كان عنا هذا حنلحظه على اللوحة لا اذا كان عنا مشكلة اذا الصمام لا يغضي تأكد تصال اللوحة بالكمبيوتر بشكل صحيح كمان اذا البرنامج لا يحمل لازم تأكد انه انا مختار لببور الصحيح او اذا صار في اي مشكل يعني فيني انا اجي شي للي وراجع وتأكد انه في عندي مشكلة اوكي فهذا مبدئيا البرنامج الاولاني اللي هو كيف شفنا كيف بيشتغل وشرحنا البرنامج الاساسية تأتيو وشفنا كيف متحقق منه ونزله على اللوحة هلا هنعملوا محاكاية على التينكر كاد هلا انا انتبهوا بكل درس هعطيكم اللينك للتينكر كاد يعني هيكون معكم مع الفيديو اللينك للتينكر كاد فيكن تخدو وتنسخو عنكن دغري يعني من قلب التينكر كاد فبتصوروا تشتغلوا فيه مثل ما هلا اذا بتلاحظوا انا كمان بالاضافة الاستعمال كيف انا بستعمل تينكر كاد اول شي حال برجيكم كيف عملت هذا بجيب من هوني الاردوينو اوكي والبريد برجيبو من هوني حلا احكي شوية عن البرادبورد مش لان اول مرة نستعمله هلا كنا فين يكون تجرب هذا بل ما احط البرادبورد يبال ما احط ثلاث بس انا حبي تفرجيكم الشغلتين البرادبورد هو عبارة عن لوحة تجارب لوحة تجارب هو هادع اذا بتلاحظوا في انكن عنده هوني اثنين موصولين بالطول واحدة للبوز واحدة للنغتف وعدين انا همدي هوني اشي موصولة بالعرض مع بعض يعني انا كل شي هوني بها الطريقة هدي بيكون موصول مع بعض بطريقة هوني بطريقة horizontal اما هوني بيكون بطريقة vertical فلازم انتبه انا علي هذا فكمان هدا فيني جيبه او حتى انتو بجيبه من هوني في انك نوعين في واحد اكبر واحد اصغر فانا هاخذ العادي انا هلأ هرجع هادي امحية تبه وقت البي محية لان عندي اياها من قبل هايقول لي انو هادي عبارة عن component قابلة للبرمجة فبيحذرني لانو اذا كان في برنامج بقلب حيم معها فانا هقول له اوكي لاني مع اياها من هوني هتشوفوا كيف هلا بوصل انا اللاد انتو هيك هتوصلو كمان انتو متل ما انا فرجيت كم بالفيديو بيجي بجيب هادا الصمام اللاد من هوني وبحطو متل ما شفنا هوني على اللوحة وبجي بجيب هادي الريزيستور او المقاومة بحطة 330 اوم مش كيلو اوم اوم وانتبهوا بنقدر نحنا نعرف الايمة تبعتها من خلال الوان تعونا يعني نحنا اقول لكم كل واحدة شو لو نعم مثلا اذا بتشوفوا 330 اوم هي عبارة عن orange orange brown اوكي هادي المقاومة اللي هي 330 اوم فحتى هو كمان برنامج التين كير كاد يعطيه نفس الالوان اوكي هوني 330 اوم هزبطها فراح حطها هيكا وانتبهوا اني وصلها على السالب والموجب اوكي اللي هو مسميه هوني انود هاوصلها على المخرج 13 بعمل هيكا بوصلها على المخرج 13 هلا انا بما اني اعملهم قبل خلاص بس انا هنفرجي يكوني هنا هل مرة مش هنش 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 هيجي الاردوينو اونو دغري مبرمج بقلبه البلنك من خلال لغة بلوك شو لغة البلوك اذا بتشوف في انا اول function اسمه set built in led to high لاني دغري خالصة عم قل له دغري انو built led in high في عنا بالcontrol هون delay اسمه wait one second بحط low بعدين برجع set built in led شفتوا led اللي نحن حطينو و built in led كمان عم يعملو blanking كل one second اكيد انتو تجربوا هذا فيكن وصلوا على برد تبع كون led ات متل ما وصلنا هون هون وانتبهوا اهم شي بكن انطعتوا positive negative لها او سالب وموجب لللوحة فهون في عن ground لللوحة توصلوا على الخط على السالب والموجب بتحطوه على الموجب فهلا معنى كما نستعملين الموجب بس مش مشكل مشان بعدين وعادة ان احنا السالب negative بنحط له لونه اسود فبنغيره فينا نغير هون الالوان اوكي يعني مثلا جبنا هلا خط نحنا مثلا نعطبه وحطينا خط حيقيا بعد نغيره لونه فيه دغري هيكا بنجيم وغيره لونه مشان يعني نعرف من خلال الالوان بيساعدونا اكتر كيف نتعمل معن اوكي هلا اذا بيجي الهوني انتبهوا اذا بيجي الهوني فين يشوف كل حت المكتوب بلغة البلوكس فين يشوف كيف بيطلع الي الكود تبعه كتكست فبيجي بيفقس عهوني بلوك بلاس تكست بلوك بلاس تكست هتشوفوا انتو انو عنكن هذا نفس البرنامج تبع البلنك مثل ما شوفنا بس الفرق ما كتب كلمة built in LED حط 13 اللي هي built in LED اوكي هلا فيني كمان اجي افقس دغري اكتب تكست يعني اذا بيجرب هوني اكتب كود من خلال تكست مثل ما عملنا بالاردوينو IDE بيفقس عكلمة تكست مرسوم رسم ما انا مشكل الحلو ليش انا فيني يجرب هوني مثلا تبرو انا بدي اغير الDELAY هوني فيني غير ها ليش انا بدي هيك مثلا قول start هلأ نشوف انو هيعمل delay كل 4 سواني هيكون اطول او اذا بدكم خليني يضوي 4 سواني ويضفي ثانية شفتوا ضوي 4 سواني صار هلأ ليش انا بعملت هالشي هدا لانو انا حتى كمان بحفرجي انو فيكن تاخدوا انتو الكود اللي عملتول محاكاة او سيميليشن هوني وتجوا تعملوا new blank new program يعني تعملوا لوا copy من tinkercut وتجوا تعملوا لوا paste او لصق هوني وترجعوا وتعملوا لوا save وكمان تبرمجوه على الكت يعني حتى اذا في برنامج كنتو عملو محاكاة وبكن تاخدوا الكود تبعو حتى مطل تفتحوا التكست اذا كنتو رسمينو بال blocks او كتبينو تغلي text فيكن تنسخوه من هوني تجربو على الكت او اذا كنتو برمجينو ك blocks هلأ كمان هوني اذا جاءت ل بلوكس حيقول لي انو انتبه حيلوح الكود فيكن تفتحوا block plus text هلأ هوني بتصول ما فيها نكتب بس فيها نعملو copy وناخدو كمان نجربو هوني ك لانو بال Arduino IDE ما فيني اكتب تغري block او ك فيني اخدو انسخو ونزلو وجربو هلأ اذا بتجربو هذا هتشوفو انو Belt Inlet او البرنامج تبع الوميد الصمام المدمج وشوفنا كيف نعمل المحاكات على التنكر كاد هلأ هيكون الدرس المقبل درس ثلث ونظام اشارة مرور هيستعمل نفس هالأفكار هدي وحنعمل بقلبه نظام اشارة مرور وحنعمل اشياء متقدمة وكما نجربها على اللوحة فان شاء الله منشوفكم بالدرس المقبل وشكرا